يجب أن نتعامل بحضر مع الماء كل ما أدعوله أن الماء هذا يكون محور التنمية ذاته نحن المستهل اللي يمارسون عملية الاستهلاك نتكلم على البشر الناس بشكل عب نلام في هذه المسائل أنت الآن تقول يا الله ما نشكله إلى 15% من نسبة الاستهلاك للمياه في الملكة العربية السعودية طبعا علينا لوم؟ طبعا عليك لوم وسيظل علينا لوم أي إهدار في الماذا أي كاسة تكبها أو ترميها أي بقايا في موية صحة هذا هدر مش تبينا نسوي يا دكتور خذ ما يكفيك يا أخي إنما تشرب نص هذا الترمية أنا ما أريد أن أقول للناس أنه يجب أن يكون أغلى شيء في المملكة هو الماء أدفع ذمنا عشان تعرف قيمة الماء وتعرف أن الله حق مع الماء أما أنك تفلت الموية كذا وتصيح تقول الفلوس غالية أنا لو أنا مسؤول أرفع فواتير الماء ارتفعت فواتير الماء فواتيرها بحق وليس بغلط يعني يجب يعني لأنه في تظلمات هذا الكلام ما وصحيح تظلم باب مفتوح هذا مفتوح أنا أتكلم عن الماء واستهلاكه يجب أن يكون الماء أغلى شيء في السعودية أغلى شيء ندفعه هو ثمن للماء ما نطق صح القيمة الشرائية للماء الآن تشوفها قيمة عادلة القيمة الشرائية للماء قيمة عادلة لا ما هي عادلة الماء عندي حالة استثنائية يجب أن تكون أعلى من كده أعلى بالنسبة لي أعلى ويجب أيضا حتى الزراعة دي أنت عند استهلاء أنت تري كم نصيبك من المياه اللي يستهلكها الزراعي ألفين لتر يوميا كنت نصيبك ونصيبي ونصيب الثالث والرابع الفرد ألفين لتر ألفين لتر في اليوم أنت تستهلك الزراع أنت ما تدفع ثمنه ولا أنا لكن ندفع ثمن اللي نشربه هل الآخر يدفع ثمن ألفين لتر وارتفاع سعر الماء سيؤدي بالضرورة إلى حالة من حالات الارتفاع لكثير من السلع وأنماط الحياة نخفض أشياء ثانية نخفض أشياء ثانية الماء متعلق بالحياة والموت إيه بس الكلام سهل لكن على وجه التطبيق والتنفيذ تختلف الأمور يا دكتور ما تختلف زي ما ما تختلف كله إدارة اطلعت على الاستراتيجية الوطنية للمياه كله إدارة اطلعت على الاستراتيجية الوطنية للمياه والله اطلعت في جزء منها وأرى أنها غير استراتيجية أنها ليست استراتيجية تحوي عشر برامج تحوي عشر برامج إجراءات إجراءات ما لم نحل ندرة المياه فهي إجراءات هذه مشكلة عندي ندرة المياه وإش الحل الاستراتيجي لندرة المياه لا تسد حلنا نتعامل كيف نوفر هنا وكيف نسوي هذا وكيف نعمل إجراءات الاستراتيجية هنا في الكتاب هذا يقولون الدكتور أكيد يمدح كلامه ويعززه يا أخي أنا أطرح أفكار مهمتي كعالم أني أطرح أفكار أنت طبقت أهله وسهله ما طبقت أهله كم لك أن تدور حول فلكي هذه الفكرة كم لك أن تتحدث عنها لأني أرسم سياسات الوزارة ترسم سياسات هو واحد من الاثنين يا سياساتي يا سياسة الوزارة وبالتالي أنا لا أستطيع فرض سياستي أنا أطرحها كأفكار هل تواصلت مع الجهاد ذات العلاقة في هذا المسائل؟ أنا لا أتواصل مع أحد هم المفروض يتواصلوا معي أنا أهل موجود مرمي في جامعة الملك فيصل أنتم تعالوا أنا ويش أجل أسوي أشحذ؟ دعما تشحذ هل ويش أسوي؟ أفكاري ومطروحة وكتبي ومطروحة طي ما شاء الله بدرت وألفت وكتبت ومحث بادر بأقير لك مرة بادر وقلم يا جماعة ترى أنا عندي حل لهذه المسائل كله عارفين الحلول أنا متأكد أنا ما أكدر أروح لأي واحد ولن أذهب لن أذهب لأنه أنا تعلمت بالفعل عندما تعرض بضاعتك فأنت خسران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر